السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مرحبا بكم في سلسلة علم التجويد في الحلقة الثالثة ما زلنا في باب المتماثلين والمتقاربين والمتجانسين والمتباعدين بمشيئة الله تعالى بمشيئة الله تعالى تكلمنا في الحلقتين السابقتين في الحلقة الأولى في مقدمة الباب نفسه وفي الحلقة الثانية تكلمنا عن المتماثلين وأقسامه وتكلمنا في أول قسم عن المتماثلين الصغير ان شاء الله دروقتي هنتكلم عن المتماثلين الكبير يا شباب المتماثلين الكبير هو ما تحرك فيه الحرفان معا يعني الحرفين الحرف الأول والحرف الثاني متحركين كالهائيني لم أقول لك فيه هدى خلاص والكافيني لم أقول لك سلككم طيب ما لهم بأدول بقول لك بأ ايه فإضغاموه خاصة برواية السوسي عن أبي عمرين البصري اللي دارس قراءات ان شاء الله هيعرف ايه الكلام ده هذا من طريق الشاطبي رحمه الله تعالى والدوري ويعقوب من طريق طيبة النشري ولا حاجة اللي حفظ فيه يعني بالنسبة للإمام السوسي رحمه الله تعالى يضغم هذه الكلمات فيه هدى وسلككم وطبعا ايه الدليل من الشاطبية موجود في باب الإضغام الكبير اللي هو بيقول لك ودونك الإضغام الكبير وقطبه أبو عمرين البصري فيه تحفلة ففي كلمة عنه مناسكم وما سلككم وباقي الباب ليس معولها إضغام المتماثلين من كلمة واحدة أي الحرفان المتحركان اللي هو الأول والتاني بيضغمهم السوسي عن أبي عمرين البصري رحمه الله تعالى السوسي بس هو أحد يفتكر الدوري والسوسي لا هو السوسي بس خلاص قالك السوسي بس هو اللي خاص بالباب ده يبقى ايه هذه الكلمات سلككم الكلمة ديت يعني خلاص طيب يبقى احنا هنا ايه فيه هدى متماثلين كبير عند حفص فيه هدى وسلككم تنطق هكذا اللي بيضغم بس الوحيد مين السوسي من طريق الشاطبية أما الدوري ويعقوب من طريق طيبة النشري يضغمان هتين الكلمتين بيضغموا ايه الكلمات ديت طيب سبب تسميته كبيرا ليه لكثرة دوران حركته في المصحف الشريف من السكون خلاص عشان فيه ايه عشان فيه حركات كتير ولكثرة العمل فيه حالة حالة الإضغام عند من أضغم من القراء خلاص يعني فيه اللي أضغم وفيه اللي أظهر خلاص كده طيب فيحتاجوا إلى ايه عملين أول حاجة تسكين الحرف الأول ثاني حاجة اضغامه في الثاني اضغاما كاملا خلاص كده يا شباب طيب دي بالنسبة لايه للقراء اللي هما ايه اللي هما اضغموا عشان بس ما حادش يفكر زي السوسي مثلا لما قل لك فيه هدى طيب هو بيسك الحرف الأول في الحرف الايه الحرف الأول الساكن بيضغمه والحرف التاني ماله بيظهره طيب وإضغامي الثاني إضغاما كاملا خلاص عشان طبعا بيضغموا الايه اللي اتنين في بعض دي بالنسبة للقراء التانية أما بالنسبة للواية حفص نعانا عاصم فحكم المتماثلين الكبير حكمه وجوب الإظهار عند حفص خلاص إلا في خمس كلمات حفص بيضغم فيهم هنعرف ليه دليه دلوقتي تعالى نشوف أول كلمة قوله تعالى قال ما مكنني فيه ربي صورة الكهف 95 هي أصل الكلمة ايه مكنني أصلها يا شباب مكنني أي أضغمت النون في النون خلاص كده طيب يبقى دي أول كلمة حفص بيضغمها طيب اللي بعد كده ما لك لا تأممنا على يوسف أصل الكلمة ايه تأممنا بنونيني وفيها وجهان الأول الإضغام مع الإشمام بالإشارة والتاني الروم خلاص يبقى أول واحد اللي هو الإشمام والتاني الروم تعالى نفصل اللي هو إزاي نقول إشمام وإزاي نقول إيه روم والتنين في حفص خلي بالكم اللي تنين في حفص خلي بالكم طيب الإضغام مع الإشمام تعالى نشوف اللي هو الإشمام الإشمام بالإشارة بالشفتين إلى أصل الحركة وهي الضم مع عدم ملاحظة الإشمام في النطق يعني إيه الكلام دوت يعني الإشمام لا يراه الكفيف لا يراه الكفيف الكفيف مش بيشوفه بس أنا هشبهها لكم لما تقول حرف الواو بسرك كده بتحس إن الشفتين أو بؤك حس إن هو بينضم الشفتين أنت بتضمهم بسرعة وترجع بسرعة ودي طبعا محتاجة نظر ومحتاجة يعني حد يعني ورهالكم أفضل أنا أتعلمتها من الشيخ بتاعي ومن الشيخ بتاعي برضو في المعهد تعلمناها والشيخ بتاعي أعزاكم الله يعني مسك بقي واعلمني يعني هذه الطريقة إنه هو قال لي تأمنا تضم بسرعة وترجع وإنت بتقول النون بتاعت تأمنا طيب الروم فيه أيضا فك الإضغام وقراءتها تأمنا بس تأمنا ومش نسكت على كده لا مع اختلاص حركة النون الأولى طيب اختلاص يعني اختلاص أقولها بسرعة النون الأولى أعلصت فيها ورح موطف النون التانية تأمنا 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 خلاص بصوت خفي بسرعة كلا عطول عند النطق بها فلا يمتق بضمة النون كاملة وهذا كله لا يضبطه إلا بالمشافة من المشايخ الثقال فخلي بالكم يا جماعة المشايخ اللي عنهم ثقة في العلم وتؤلف العلم هم دول اللي هيعلموك كيف تنطق الإشمام والروم وللآمان العلمية قلت لكم المكفوفين محتاجين شيخ مبصر يعلمكم هذه الطريقة زي ما أنا ما تعلمت أنا للأسف يعني مش هقدر أوضح أكتر من كده أنا لا قدرت أوضحه إن هي إن أنت تنطق يعني كأنك بتقول حرف لواء بس تضم بسرعة بتضم الشفتين وبترجع بسرعة دي برضو محتاجة حد مبصر يعلمها لكم طيب الكلمة التانية أتحاجوني للصورة الأنعام أتحاجوني في الله وقادها دان أصلها أتحاجونني أي أضغمت النون في إيه في النون طيب أفغير الله تأمروني للصورة الزمر خلاص يقول لك إيه بقى برضو أصلها إيه تأمرونني أي أضغمت النون إيه في النون وكلمة ويحيا من حي عم بينه خلاص صورة الأنفال أصلها إيه حيا بيا أيني أي أضغمت الياء في الياء خلاص طيب كلمة إيه نعمة نعمة أصلها إيه نعمة ما نعمة ما خلاص دي أصل الكلمة أي أضغمت أي الميم في الميم أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم وبكده إن شاء الله خلصنا المتماثلين الكبير ونخش في الحلقة الرابعة إن شاء الله عن المطلق بمشيئة الله تعالى والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة